صدت قوات الجيش الوطني هجوما شأنه مسلح ميليشيا الحوثي في جبهة ميدي بمحافظة حجة وقال مصدر عسكري إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي الإنقلابية التي هاجمت مواقع في منطقة الكتف جنوب مدينة ميدي وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني صدت الهجوم بعد اشتباكات عنيفة بجميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة ما أجبر الميليشيا على التراجع مخلفة وراءها سبعة قتلى وعشرات الجرحة كما نفذت مقاتلات التحالف العربي أربع غارات جوية على تعزيزات وتجمعات للميليشيا الحوثية مخلفة خسائر فادحة في صفوفها ومعداتها العسكرية